أنا ما هوش طموح عندي التمثيل يعني ورغم اقترحوا لي يا أدوار اقترحوا لي يا في ثلاث أعمال وأعمال رأي كبيرة يعني على كل حال بنهاره وعمل في جزء الثاني في رمضان دو الصحفي وأصروا على أنه نلعب ما سامنتي راس باقلت لهم يعني نقول اسم العمل لحداش حداش واقترحوا لي يا ثانية في يمة مادح بلايد ما سمعتك في مادح بلايد المابروبوزي دفوة والمخرج المابروبوزي وقبل الثاني كان اقترح لي يا مخرج أعتقد بسكري كان يقول لي دائما أنت لازم تمثل وني شوفني إدي اللي هكذا يقول لي لازم تمثل وقال له أنا ما عنديش موهب التمثيل نهائيا الصحفي نعقد اللي حدي ما نحب مهنتي ونبقى فيها يعني ما نخلطش لها هذا اللي يعني أنه ضد أنه بعض الصحفيين ينتقلوا للتمثيل بصح لا يوجد عندي نهائي بلاكس حتى جاتي فرص في السينما يعني وفرص ربما ما تصحتش لبعض الممثلين سامنتي راس باقر شكرا لك محمد